مساء الخير كيف كون اليوم حبايبي الله يسعد اواتكم اصدقائي اليوم بهذا الفيديو معلومتين حابب انا اولى ويعني معظم الناس لازم تنتبه لهي الشغلة هلا الناس الجدد عفوا انا عم بحكي انا للناس الجدد الموجودة بالكمبات لاخواتي حبايبي قلبي يلي عم يلي عم يستنى البيت عم ينتظر بيته وطلع له البيت الكل يعرف انه رح يحصل على قرض من البلدية حتى يقدر يفرش بيته هذا القرض اصدقائي اما تنفرش بيتاني وحبيتوا يوما ما تبدلوا البرادية او تروحوا على بيته تنتئلو فما رح اطلع القرض تاني من البلدية في كتير الناس مفكرة انه اخذت قرض هلا من البلدية بس رح على بلدية تانية انتقلacio سلطل على قرض اتير LE OK كما رح يخص على قرض تين البيت لا اصدقائي هو ارتأى قرض carrying an also il you can Messenger حتى لو انتقالت على بيتة تانية ان ت Stuart على قرض لأنه انت خلص قريدي اشتريت عفش ورح تنقل عفشك على البيت التاني البيت الجديد. كان عندي هاي المعلومة لحتى الكل يستفيد من هاي الشغلة. المعلومة التانية أصدقائي بيلمش شمل لما الشخص يعمل لمشمل لزوجته أو بالعاكس صحيح وما في أولاد فهذا الشي ما رح يصير في رفض لأنه ما في أولاد. يجاني كذا سؤال أنه والله أنا عملت لمشمل لزوجتي ولكن ما في تأخير كذا ما بعرف شو وخايفين يجينا نرفض لأنه ما عندنا أولاد. لا أصدقائي في أولاد ولا ما في أولاد فهي زاتة. صراحة هي زاتة. إذا أنت مقدم على اللمشمل وحصل على إقامة ومقدم على اللمشمل ورأكم الزواج كله تمام مية بالمية فإن شاء الله سيجي القبول حتى لو ما في أولاد تحياتي لجميع بيتمناكم كل خير إذا استفدتم من هال معلومتين بتمنى تتابعوني على التيك توك على اليوتيوب تشتركوا عندي على القناة أصدقائي باسم باسل ستار ويسعد لأوقاتكم تصبحون على ألف خير